ليس مجرد علم انه هيبة اليمن وسيادته دفع من اجله محمد الحارثي الجندي في الجيش دمه وروحه فمع اشراقة صباح السبت الثامن عشر من غسطس الحالي قطعت الطرق المؤدية الى منطقة صلاح الدين بالبريقة من قبل ميليشيات تابعة للامارات بهدف منع الاحتفال بدفعة جديدة من طلاب الكليات الحربية والبحرية تقرير هيئة الاركان والمنطقة العسكرية الرابعة اتهم اللواء الاول التابع للحزام الامني باطلاق النار على الطلبة والضباط المتجمعين في ساحة العروض بالكلية العسكرية وهو ما ادى الى استشهاد القندي محمد دحان وجرح اثنين اخرين ليست هذه المرة الاولى التي يتم الاعتداء فيها على الكلية العسكرية ففي منتصف اكتوبر الماضي وبحسب تقرير هيئة الاركان تم ضرب الكلية بالاسلحة المتوسطة اثناء وجود رئيس الوزراء فيها الاعتداء المسلح على الكلية العسكرية هو جزء من سلسلة اعمال التمرد على الشرعية تقوم بها ميليشيات تابعة للامارات والحادثة الاخيرة لم تكن عفوية بل متعمدة ومرتبا لها فاحد المتهمين بالاعتداء على الجنود الملقب باب همام ساخر في مقطع فيديو من شرعية هادي معللا عدم اعترافه بها من هم في شرعية هادي فهم مع شرعية هادي لا شأن لنا بهم تطرح حادثة الاعتداء على الكلية العسكرية تساؤلات مهمة حول استمرار صمت الحكومة على دماء جنودها وايهانة سيادة الدولة ويرى مراقبون ان ايحالة الرئيس هادي القياديين في ميليشيا الحزام الامني ابو ليامامة وابو همام للقضاء لن يحمل جنود من القتل ولا الحكومة ايضا من اي اعتداء